السلام عليكم بعد ايقافه اربع سنوات بوجيبا يتجه الى مهنة جديدة تطور جديد في مستقبل الفرنسي بول بوجيبا نجاما يوفينتوس بعدما تعرض مؤخرا للايقاف مدة اربع سنوات بسبب تعاطي مواد منشطة وذكرت صحيفة نوبار زيان الفرنسية ان بوجيبا سيظهر في فيلم فرنسي يدعى اربعة زيتروس للمخرج فابيان اونة نينتي يشارك فيه كمعالم للاعب كرة القدم الشباب واوضحت ان النجم الفائز بكأس العالم 2018 تواجد في الضواحي الغربيات بباريس لتصوير بعض مشاهد الفيلم الذي سيعرض في ابريل 2025 بعدما اثار اعجاب طاقم العمل بعفويته وابساطته وحسب احد افراد طاقم التصوير فان لاعب الوسط الفرنسي بدأ مرتاحا ومبتسم للغاية امام الكاميرا لقد اذهل الجميع بطبيعته وابساطته من الواضح انه احب التجربة وقال انه مستعد لتكرارها وفي فبراير الماضي اوقفت محكمة مكافحة المنشطات الايطالية بولبو جبال مدة اربع سنوات بعد ان فشل في اختبار المنشطات وهو ما رفضه اللاعب الفرنسي قبل ان يستأنف ضد القرار امام محكمة التحكم الرياضية مطالبا بالغاء العقوبة وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم